مولاتي تريدك لتسألك عن تلك الأرض التي رحلت إليها وتركتنا يا جفين ليس الأمر بيدي يا ردوة حذاري أن تكون قد رجعت وتركت قلبك هناك قلبي هنا حيث يحب كما أن قلب المكي معلق بتلك الشرفة منذ وقع بصره على مولاتك يا لجرأته وطمعي هل أطمع؟ اسكت فقد اقتربنا من مولات الأميرة أيها الطامع نحن لا نطمع فيما يملكه غيرنا أيها الملك أعزك إلهك ليس هذا طمعا إنما هو غزو وقتال غيرة على دينكم الذي أوشك الرجل أن يقضي عليه بدعوته وثأرا لقرامتكم التي امتهنها من فر من عشائركم ونزلوا غرباء في بلد ليس لهم فيها مال ولا حق فأصبحوا هم والعبيد سواء بسواء ذلك هو ما يشق علينا ويحني رؤوسنا بين القبائل أرغيت أني أشير عليك بما فيه الشرف والمجد والسؤدد؟ وإني أعيدك أن أمدك إن أمرت بما تحتاجه من مال ورجال وعتاد وإن قضيتم على تلك الدعوة قبل أن تستفحل لأجعلنك ملكا على العرب ها؟ فما قوله؟ هذا أمر عسير يدعو إلى النظر والتشاور والتدبير أنت رجل عاقل أحمق عاقل وأحمق ضدان لا يتفقان عاقل إذ أدركت ما شقت الأمر وحاجته إلى النظر والتدبير وأحمق إذ تريد أن تتشاور مع من تتشاور؟ مع شيوخنا ورؤوس قبائلنا وتلك حماقة أشد فما منهم إلا رجل طامع في الملك والسيادة ولئن صارحتهم بما بيننا يتهمونك في عروبتك وولائك لقومك وتواطؤك معنا صدقت يا مولاي الملك صدقت فما يضمنني لك إذا ما تم لنا ما أردنا ما علمته عنك من ثقة وصدق فبما وصفتني به من الصدق أتأذن لي أن أصارحك بما في نفسي ولي الأمان؟ لك الأمان فما يضمن لي عرش الملك وتاجه ألا تثق فيما يعد الملك؟ بل أثق ثقة بنفسي لكنني أخشى أن تجد أمور وحوادث هنا أو هناك تجعل وعدك غير مفعول أفصح أفصح عما تريد نحن العرب نقول إن التحالف قوة والنسب أقوى يا لك من أعربي جريء ذكي فهل عندك عروس للملك؟ بل عند الملك لنا إذا أراد تريد أن تصهر إلى الملك؟ لا بأس لا بأس فهل تدري ما صداق الأميرة بنت ملك الشام؟ كل ما أملك وماذا يملك مثلك؟ صداق الأميرة القضاء على تلك الدعوة في مادها ورؤوس دعاتها وأولهم أقرب الناس إليك يا ابن أبي بكر حليت يا تاجر مكة ويثرب يقول أبو بكر تحياتنا هي السلام ألا تذكرني أم قد نسيتني فيما نسيت بالأمس؟ يقول أبو بكر مرحبا سيد بني عنز هل جئت زائرا أم تاجرا أم مهاجرا إلى الله ورسوله؟ كنت في طريقي إلى الأراب فنزلت وتزود فعلمت بأخباركم فدفعني الفضول وقلت لن يشفي غليلي ويصدقني الخبر إلا صديقنا بالأمس تاجر مكة والشام واليمن والذي آثر صاحبه بكل جاهه وماله وتجارته حتى أصبح كما أراه الآن يتاجر في بعض خرق بالية من الثياب يقول أبو بكر صدق من أنزل الكتاب على نبيه قائلا ولباس الطقوى ذلك خير أريد أن أخلو إليك لتحدثني عن دينكم وصاحبكم يقول أبو بكر أولم يكفك ما سمعت من ولدنا عبد الله يوم أخذته إلى كهفك أسيرا ونهبت أمواله أولم يكفك ما سمعت من إخواننا يوم عبرت إليهم البحر ولقيتهم على ساحل الحبشة ماذا تريد يا أبا عمر يا حكيم قومك وأعلمهم بما سبق من ديانات وفيما تجوالك في كل أرض وفيما نزولك هاهنا على بعض حلفائك من المنافقين واللهود لكأنك ترصد حركاتي وسكناتي يا ابن أبي عتيق يقول أبو بكر نحن لا نرصد ولا نرقب إلا ما وعد الله نبيه من تمام أمره ولو كره الكافرون فإن شئت أن تهتدي هلما أدخل بك إلى رسول الله لعل الله أن يهديك ويشرح صدرك للإسلام يا أبا بكر أمهلني الليلة فإني قادم من السفر وإن كان الغد سبقتك إلى مجلس صاحبك يقول أبو بكر أفلحت إن صدقت واسمع إن شئت قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لك أن ذلك الرجل لا يغضب أبداً وهل يغضب مستضعف؟ إنهم منذ نزلوا بلدنا وهم كما ترى أذلاء يتكففون العيش بما يجود عليهم أشباههم من أتباع صاحبهم وكيف إذن أذنتم لهم بدخول يثرب يا أحبار يهود؟ إن هي إلا أيام ويخرج الأعز منها الأذل يقول أبو بكر أذلك الله يا أكذب اليهود هلا تتق الله وتكف لسانك؟ وتؤمن بالله ورسوله الذي تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل؟ أتقتحم داري يا ابن أبي قحافة؟ أبهذا يأمركم صاحبكم؟ يقول أبو بكر تنحى عن الأمر يا كاهن اليمن ودعني وذلك الرجل الذي جعل من داره وقراً للتآمر والكيد لدين الله بعد أن أمنهم رسول الله على أنفسهم وأموالهم وعاهدهم على حرية العبادة وحسن الجوار والدخيل في الإسلام لمن يشاء دون إكراه لا حاجة لنا بدينكم ولا بربكم نحن أغنياء عنه وهو فقير إلينا يقول أبو بكر كذبت والله لو لا العهد الذي بين رسول الله وبينكم لقتلتك يعد والله تطربني يا أبا بكر وأنت الحليم الذي لا يغضب أبداً ائذن لي يا حبر اليهود يقول أبو بكر لو دخلت يثرب بعد اليوم يا كاهن اليمن لأقتلنك إلا إذا جئت مؤمناً بالله وبرسوله كيف وجدتهم يا أبتي وجدت أكثرهم حلماً وليناً أسرعهم غضباً وأشدهم بطشاً غيرة على دينهم ولئن استقر بهم المقام في تلك المدينة فسرعان ما سيمتلكون الجزيرة كلها وما حولها كنت فرحاً يا أبتي يوم بلغنا خروجهم من مكة إلى تلك المدينة يترب لا إلى أرضنا باليمن ظلمت أنهم سيقنعون بمنزلهم حيث نزلوا لكنني رأيتهم يزيدون ويتكاثرون ولابد من تفريق أمرهم وتفتيت وحدتهم وتشتيت جمعهم ولا يكون هذا إلا بالحرب حرباً بعد حرب لم يكن هذا رأيك يا أبتي قبل نزولك على يهود يثرب صدقت يا ولدي لكنها خطة أشار بها شياطين يثرب يا أبتي أولئك قوم يضمرون لنا وللعرب كلهم العداوة والبغضاء وكم حذرتني منهم فهل أذكرك بهذا يا أبتي؟ يا ولدي أنا أدرى بما أرنو إليه ولابد أن أبلغه والحيلة أنضى سلاح والحرب خدعة هلما نلحق بتلك القافلة فهي تسلك طريق الساحل إنها قافلة قريش قادمة من الشام يتقدمها أبو سفيان بن حرب يا غلام لبيك يا مولاي اركب أسرع ناقة في رواحلنا وارجع إلى مشارف يثرب واستصرخ أصحاب محمد ليعلموا بتلك القافلة ويخرجوا إليها أمرك يا مولاي لما تفعل هذا يا أبتي؟ اسبقني أنت إلى القافلة وبلغ ابن حرب أني قادم لينزل بقافلته وينتظرني هيا هيا لا تنظر إليك الأعمق